أصبع بدأت رحلتي مع النادي الأولمبي كانت سنة بالنسبة لنا سنة كويسة جداً وصلنا قبل النهاية مع كاس مصر وكتعادلنا للأسف مع الأهلي واحد 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 استقررت خلاص على الأولمبي ولعبت مع الأولمبي لما سجلت الهدف بكيت ليه ماينفعش سجل جول في النادي الأهلي اللي هو تاريخة كله جي في لحظة أنت رحت لعبت في الأولمبي أيوة ألعب كورا لكن سجل في النادي الأهلي أهجول هنا دائماً على فكرة من أصعب وأحل أهدافي يعني بس لأسف جات في النادي الأهلي أن حدا هدف مش هدف مسهل يعني معنا أصعب كورا صعبة وعطية كان بكريت كان لقيم كويس أوي كمان شايتها بالعرض كويس هو شايت عطية بالشايت شايت أوي شايت بص وهي جاية جاية بتنط يعني جاية مش حتى سليمة كان إحساسكي لما سجلت الهدف أسوأ لحظة في حياتي والله العظيم يا كبت المصطفى أنا ما حستش بالنفس حتى ما تكاس حاولي هديني التاريخة كله من يوم ما لقبت كورة جيه في اللحظة دي اللي هو أنا ما جيبتش جولة أنا عملت جريمة أنه جيبت جولة في النادي الأهلي من حبك في النادي الأهلي طبعاً 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 هل بعد الجول ده أنت خررت الاعتزال الموضوع كان انتهى من نسباني وقتها دي يعني بعد الهدف ده أنا قلت فيش كورة تاني خلاص من نسباني كان حاجة أنا مش عايزها أنت متخالة كبت المصطفى الناس كلها اللي حواليك يعني الحمد لله كانوا بيحبيني جداً بيتمنوا أن اللحظة دي تحصل أنت تجيب جولة وممكن نادي الأهلي يخسر وشعف إيه وقت جولة وفي الأهلي ممكن الأهلي يكسب بس أعزينك تجيب جول درجة أنه حسام حسن ألالي في قط اللبس حسن بيقول لي عارف علاء بيقوله إيه هو السكان يوم غريب يعني بيقول له يا حسن قال له لنفسي نكسب اتنين واحد وإنت اللي تجيب الجول وحيات ربنا كبت المصطفى بتقول له جول إيه لأنا أجيبه في النادي الأهلي بنفس اللفظ لا بتكلم معه في قط اللبس اللي كان بيزبط لي رجليا حمدي مكرون الله أرحمه أنا كنت في قط اللبس لنادي الأهلي على فكرة مش في قلوم به اللي بحكي لحدك ده أنت بتعمل تسكن بتاعك أنا دخلت قط اللبس في النادي الأهلي عملت كل الكلام ده سلمتها كبت صلاح حسني وكبت أنور السلامة وسلمتها اللعبة كلها وحمدي مكرون كان متعود هو اللي دايما بيربوط لأنكر رجلوك وكبت صلاح حسني وكبت أنور السلامة ألوكي سلموا علي ومبصوذين جدا أصلا يعني ما فيش مشكلة خلاص القرار تاخد هم ما كانش قادرين يرجعوك تاني لا لكن الكلام اللي تقالي قالي ممكن أنت ظلمت في الموضوع ده لكن هو المشكلة أني مش هيقدر لمشي التلاتة وانت هتعبط لك انت انت تظلمت انت جيت على نفسك كتير أول لقيفت على أصابات كتير لكن اتظلمت وأنا مش شيل ما مشلش من حد خلاص الموضوع انت بالعكس خلت على كابتن صلاح وكابتن أنور واللعيبة وكده عملت وربطت رجلي وانزلت مش فقط الإلومبي فقط النادي الآي حصل بقى اللي حصل في اليوم الغريب ده وماكملتش المباراة لا كابتن بوري الله أرحمه أنا طلع طبعا من ملعب الوقت تحالة عليها قالي بس انزل دقيقة واخرج تاني لكنها كان بالنسبة لي الموضوع كان تماما انتهى يعني نهاية مش عايزة اول كابتن بوري الله أرحمه يسامحه اه طبعا كان بيحاولي ان هو اهدى الحد بس الشوت لما يخلص وأنا أخرج لك لطولة انا مش عايزة أقف في الملعب الثانية قصة في حاجة غريبة يا طموصطفا ما فعش نجيب جول في النادي الأهلي والجاميري بتسقف جاميري الأهلي بتسقف لك بعد ما نجيب جول في النادي الأهلي ما دعب من الحب الجامير الحمد لله كان بالنسبة لي برضه كان Barbie مثلا ôm بتجيب جول في النادي الأهلي وجاميري بس اقف لك فدانك بالنسبة لي مشكلة فاخدت القرار انك تعتذل لقلي مش عايزة ألعب كرة تاني أنا وقتها مش عايزة ألعب كرة تاني مش طايقة ومتا اتمنى النادي الأهلي وкладرا بريเท Center طبعا أن رجوع لنادي الأهلي دا رجوع لنادي الأهلي دا بالنسبة لنا الطبعا من الناس المترب behaviors النادي الأهلي دا هترجع النادر الاهلي هترجع النادر الاهلي تاني لا فيش مشكلة انها اه بالضبط استحانا بعد النادر الاهلي في اي مكان يعني او موجود في النادر الاهلي او حتى بنروح النادر الاهلي مع صحابي وكده النادر الاهلي صعب الواحد يخرج منه